الوضع الداخلي الإسرائيلي ودوره في الموضوع اليوم مقادعون ليفي له مقال جيد في ميدل إيس آي يقول أن هناك شبه إجماع داخل إسرائيل على مجموعة من الفرضيات الفرضية الأولى أن هجوم السابع من أكتوبر جاء بدون سياق يعني لا هم معتبرين ماذا كان يجري في غزة ولا ما يجري في الضفة الغربية وكل هذا ملوش أنهما اعتبروا أنهم حماس تتعليهم بهذه الهمجية والسبب الوحيد أن أهل غزة قاموا بهذا العمل أنهم متعطشين للدماء الفرضية الثانية أنه يحق لإسرائيل أن ترد على هذا الهجوم بكل ما أوتيت من قوة وبكافة الوسائل ولو قتلت ولو دمرت ولو اغتالت كل شيء الفرضية الثالثة أنه لا يجوز لأحد أن ينتقدها على ذلك أو أن يسعى لتوقيفها بأي عذر من الأعذار فأنا أظن أنه فيما يتعلق بالحرب على غزة والحرب على لبنان يوجد شبه إجماع بل ربما أسهم نتنياهو تحسنت في الفترة الأخيرة الخلاف الوحيد هو متعلق بعائلات الرهائم وأنصارهم أما فيما عدا ذلك كشف السابع من أكتوبر عن عقلية صهيونية شبه جامعة يعني ما فيش خلافات تذكر في داخل المجتمع الصهيونية هو هذه السردية الاحتلالية الاستعمارية يعني تغيب التاريخ وتغيب الذاكرة كأن التاريخ بدأ سبع أكتوبر لا فيه 48 ولا فيه عدوان ولا فيه يعني توسع إسرائيلي ولا فيه حصار ولا أي شيء كل ما هناك أنه الفلسطينيين اعتدوا على إسرائيل البريئة والحمل الوديع هذه طبعا سردية معروفة هذه تتكرر ويتم إعادة إنتاجها ليس في الصحافة الإسرائيلية فقط بل حتى في الصحافة الأمريكية والصحافة الغرورية الكونسنسس هذا توافق قائم في الرأي الحامل الإسرائيلي يعني خاصة في أجوال الحرب تتحد المشاعر وتتحد النفوس حول مواجهة العدو العدو المشترك هو الفلسطيني والعربي بصفة عامة لكن أنا تقديري الإجماع هذا يمكن أن يتمزق إذا توحلت أقدامهم أكثر في أرض لبنان وصارت رخ سائر كبيرة مع وجود توحلهم في غزة وخاصة إذا كان زادوا أكثر تورطوا في حرب يعني الخاطفة مع إيران أرادوا أن يوجهوا ضربة موجة على إيران وتكون ضربة إيران أكثر إيلام فربما يتغير المزاج الشعبي ويضعف نتنيه في هذه الحالة المؤرخ الإسرائيلي غير الصهيوني إيلان بابين له نظرية مهمة الحقيقة في هذه المسألة يقول أن نحن الموجود في الكائن الصهيوني الآن في دولتين دولة إسرائيل التي يمثلها الأشكنازي الليبرالي الصهيوني الصهيوني ما زالة طبعا وهي التي كانت تعبر عن إسرائيل في أول 50-60 سنة ودولة يهوذة التي هي غير عقلانية والتي يسيطر عليها مثلا من أتباع بن جفير وسموترش وهؤلاء الناس وهناك في خلاف شديد جدا سيتطور هذا الخلاف الأهم من هذا طبعا أنه في هذه الحرب أكثر من نصف مليون من الطرف الأول تركه البلد فالتطرف سيزداد أكثر العدم العقلاني ستزداد أكثر وهذا سيسبب طبعا الاستقطاب الأكثر ولكن أنا في تصوري في نظريتي أنه هذا لن يؤدي إلى تفكيك الدولة هذا الخلاف سيصاعد على إضعافها ولكن التفكيك بشكل كبير هو يعتمد على المحددات التي خارج هذا الإطار أنا دائما أقول للناس أن تشوفوا دولة إسرائيل هذه زي بيت اللي بيحصل داخل البيت هذا بيخلي البيت غير جميل غير منظم ما فيهوش انترنت ولا مكيف ولا كذا ولكن الأعوامي اللي هي جلسة عليها هي هذه التي يجب أن تقود وهي التي يمكن أن تفكيك هذه الدولة بما فيه مثلا المساعدة أو الدعم الأمريكي الهائل جدا بما فيه الوضع العربي الضعيف الذي يسمح لها بالتمدد والتوسع والسيطرة والهيمنة بالإضافة لأمور الأخرى وبالتالي هذا عامل مهم التنقضات في داخل هذا المجتمع ولكن ليس وحدها قادرة على أن تفكك الكيان السابع من أكتوبر أنا أعتقد أنه ضرب حتى الأساسات التي تتحدث عنها بمعنى القواعد الأساسية لهذه الدولة التي أسست عام 1948 لن تعود كما في السابق يعني ما حدث هو زلزال وسيبقى يعاني هذا الكيان من هذا الزلزال إلى أن يزوله أضعفتها تآكلت ولكن لم تقوضه حتى الوجه الحقيقي الذي ظهر في هذه الحرب للاحتلال هو هذا أظهر السابع من أكتوبر لكن هو موجود يعني في النكبة وقبل النكبة ما مرسه الاحتلال والعصابات والهاجنة وهذا كله دوكمنتي يعني يتحدث عن اقتصاب وقتل وطبعا لما حتى نذكر بعض النماذج ديرياسين والكفر قاسم والبعض المذابح هي هذه النموذج الآن ما الفرق بعد السابع من أكتوبر والسابع من أكتوبر أنه على الهواء مباشرة الإبادة هذه يعني في السابق يعني ما وصل علينا ما تم توثيقه سواء من أطراف إسرائيلي نفسهم أو مؤسسات فلسلسلين ولم يوثق الكثير أما الآن أنت تتحدث عن مذبحة ومجزرة مستمرة على مدار عام كامل وعلى الهواء مباشرة وهذا اللي خسر الصهاينة الجمهور الغربي لأن الجمهور الغربي يتفهم في الأسبوع الأول خاصا مع بروبوغندا قتل الأطفال والاقتصاب والتي ظهر بعدها أنها كلام فارغ وغير حقية كان يتفهم القتل لكن على مدار عام وهو يرى تدمير المساكن وتدمير قتل الأطفال وتدمير المستشفيات والمدارس إلى اليوم هذا الذي خسر كثير من الأصوات وعلى سبيل المثال مثلا الأمين العام للأمم المتحدة يعني جود تيريش ما كان مواقفه في بداية الحرب كمواقفه الآن لأنه الآن حتى أصدقاء إسرائيل إسرائيل بدأت تفقدهم لأنه لا يمكن أن يتفهموا العنجهية والعلو والغطرسة التي يمارسها نتيان ونقول شخص نتنياهو هو الذي يذهب بالدولة الاحتلال إلى هذه الهاوية إلى هذه النتيجة وهذه هو يعني يحرص على مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة هو الآن يحاول ينقذ نفسه لأنه يعرف وقف الحرب حتى لو وافقت حماس على كل شروطه هو سينتهي فالحرب نهايتها بأي اتفاق هي نهاية إله نهاية على الفشل الاستخباراتي والعسكري وحفظ الأمن السابع أكتوبر وما بعده وأيضا القضايا التي كانت تلاحقه قبل الحرب فلذلك هو حريصا يذهب إلى الأمام أنا أقول هو الذي يعتبر أن هذه المعركة لماذا يعتبرها معركة وجود؟ هو يعتبرها معركة وجود هو هذا الذي يُعقد عليه الوضع هو في الحقيقة قانون عام الانتصار العسكري يساهم في تعزيز الجبهة الداخلية وفي تصليب الجبهة الداخلية الهزيمة العسكرية والصعوبات العسكرية ليس منتظر إسرائيل ستنهزم هزيمة ساحقة بمعنى أن مثل ما ذكرنا سابقا ليست في موجهة جيش نظامي ولكن أن تعجز إسرائيل على تحقيق أهدافه فهذا بالتأكيد سيسرع في وطيرة التناقضات الداخلية في إسرائيل خاصة في ظل المجتمع يعني هجين يعني تكوينة العرقية والقومية يعني في أصولهم التكوينية يعني مجتمعا وليس متجانس يعني في تناقضات كثيرة بين الأشكناز وبين أصولهم عربية وكذا ففي تناقضات كثيرة هم انصهروا الآن في البوطقة لا موجود طبعا والآن العنصر الأغلب والمتنامي باستمرار هو ما يوصف بالصهيون والصهيونية الدينية طبعا وهذا ما حدث موجود زمان على فكرة لأنه الدين الصهيونية كان هناك نقضين يعني لأن القومية تقوم بعملية الصهر قومية شنيه صناعة صناعة من خلال اللغة المشتركة من خلال الأساطير المشتركة من خلال صنع ملاحم سرديات وطنية تصنع مشاعر قومية مشتركة الأجيال الجديدة ربما تكون منصهرة قوميا معادش في الاختلاف منتع الأباء والأشداد ولكن في معطاية أخرى تأخذ بعيد الاعتبار مثل ما ذكر الأستاذ يعني إسرائيل تقريب تجفف منباحها الخارجية إسرائيل تتغذى بالأساس من الدعم الخارجي يعني مستوى الرفض معناها من طرف الرأي العام الدولي وخاصة في قطاعات الأكاديميين والشباب والمثقفين في مختلف العاصم العالم ما في ذلك العاصم الغربية مثل ما تشوف المظاهرات التي تتم في واشنطن ونيورك وفي لندن وفي باريس شيء غير عادي يعني وبالتالي أنا أتصور هذا إسرائيل كانت شيء مقدس تابوه يعني ينظر لإسرائيل أن هذا الحمل الوديع وهي واحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط في مواجهة محيط من الوحوش العرب هذه السردية تزت الآن ظهرت إسرائيل على حقيقتها ككيان متوحش ككيان قاتل يمارس معنا في حروب الأبادة الجماعية خاصة مع أدوات التواصل الاجتماعي يعني السوشال ميديا هذه أبرزت يعني بالصورة الحية ما تفعله إسرائيل في الميدان في غزة وما تفعله اليوم في بيروت أنا أعتقد أنه نحن أمام إسرائيل جديدة يعني إسرائيل ما قبل لا نريد أن نقول السابع من أكتوبر لكن ما قبل هذا العقد هي إسرائيل مختلفة ربما السابع من أكتوبر كشف وجه إسرائيل الحقيقي هذا الوجه الذي لم تعد كانت تحاول أن تجمله وأن تخفيه من خلال بعض الالتزامات الشكلية بالقانون الدولي أو بيئة المنظومة وتعمل بشكل يعني متواري اليوم لا الاحتلال الإسرائيلي بات يتعامل على حقيقته هذه حقيقة الوحشية حقيقته التي تحركها الغرائز والأطماع والذي يرى بالأغيار أنهم غير إنسانيين غير بشر حق لهم قتلهم وتدميرهم هذا الآن إسرائيل تظهر الأمر الآخر أن إسرائيل تغيرت هذه إسرائيل التي كانت تعتمد على الحروب الخاطفة والحسم السريع اليوم هي تعاني تعاني من هذه الحروب ولكن للعلم هي وطنت نفسها على حروب طويلة يعني كان هناك مراهنة على أن إسرائيل لن تستطيع أن تخوت حرب لأشهر اليوم إسرائيل يبدو أنها ذاهبة حرب لسنوات إسرائيل كانت تراعي عمليات الرأي العام ومشهدها ومظهرها الخارجي اليوم لم تعد تأبه بكل ما تتأبه بل بالعكس الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتدمير البيوت وارتكاب المجازر وتوثيقها بنفسه للجيش ونشر عبر السوشيال الأمر الثالث أن إسرائيل هذه كانت يقال عنها أنها جيش له دولة اليوم للعلم بعد 7 أكتوبر تراجعت هيمنة الجيش على القرار وتم السطو عليه من اليمينية الصهيونية أو الدينية الصهيونية مثل بنكفير واسموترش يعني أنت بتتحدث اليوم في تغيير قبل أيام حكومة زادت من حصة الحكومة في الكنيسة وهو بإدخال ساعر اليوم لا حتى الحكومة حكومة مستقرة غير قادرة على التفكك بسهولة وهذه الحكومة ستستمر إلى 2026 معنى أنك أنت يجب أن توطن نفسك الآن حكومة شبه مجنونة أو مجنونة متوحشة لا تأبه لكل السياسات القديمة وآتية بأطماع غير محدودة بالإضافة أنها مستقرة ولذلك أنا أعتقد حتى الضغط لن يهز هذه الحكومة لأن الواقع القانوني لها بشكل كبير حتى الجيش الإسرائيلي وهذا بيتختم فيها الجيش الإسرائيلي كان في السابق في 67 قام بسجن اللي هو رئيس الوزراء يعني حطوا رئيس الوزراء في غرفة وسكروا عليه وعملوا 67 اللي هو أشكول رئيس الوزراء كان اليوم يقف الجنرالات وهذا تعبير يعني من الصحافة الإسرائيلية يجلس الجنرالات الجيش الإسرائيلي أمام نتنياه متعطئي الرأس بعد هزيمة وبعد خيبة بالنسبة لهم السابع من أكتوبر ولذلك أنا أعتقد نحن اليوم أمام إسرائيل جديدة ولهذا يجب حديثنا السياسي يكون جديد بأمام هذا المستوى أشوف تنساش أنت أن الجيل المؤسس انتهى إلى المشروع الصهيوني تتكلم عن 67 الذين كانوا يحكمون ويديرون الأمور هم الجيل المؤسس هم يعتبروا أقران ونفس المستوى وممكن يحصل هذا لكن الآن الذي يحكم على فكرة المهيمن اليوم في الكيان الصهيوني هم أبناء المهاجرين من المناطق العربية يعني من اللي كانوا زمان يعتبروا مضطهدين وكانوا ينظر إليهم نظرة عنصرية هم الآن رواد الصهيونية الدينية والأكثر تطرفاً والأكثر اليهود العربية شوف يعني هم أبناء طبعاً طبعاً أبناء أجداد أجدوا من العراق والمغرب واليمان وغيرها وهذولا لما جابوهم زمان هم جابوهم لأنه كانوا بحاجة إلى كثافة سكانية ليس حباً فيهم وكان آباؤهم غير صهينا يعني كان معظم اليهود في العالم العربي ضد الصهيونية وأجبروا إجباراً على أن يأتوا بالإغراءات الآن هذولا الجديد هذولا هذولا من الذين انصهروا في البوتقة وأصبح شيء آخر مختلف تماماً الكيان الإسرائيلي يعني إحنا متفقين على هذا هو كيان جاء بفكرة غربية للهيمن على هذه المنطقة وجمعوا فيها أشتات اليهود من كل مكان في العالم وبالتالي حتى نتحدث عن كيفية تقويد هذه الدولة أو تفكيك هذا المشروع يجب أن نرى محددات قوتها أنا لدي دراسة فيها يعني 12 محدد وبالتالي يجب التركيز على هذه المحددات في تصور يعني أنها هي التي يمكن أن تشير لنا إذا كان هذا الكيان في طريقه إلى التقويد أم لا في اثنين لهم علاقة بالسكان الحصرية بأن يحصر هذا الكيان باليهود وبالاستبعاد أن يستبعد الشعب الفلسطيني فتشوف أنت هل اليهود بيأتوا أكثر بيزدادوا أكثر أم بيقلوا الشعب الفلسطيني بيهاجر ولا بيبقى ويصمود اثنين لهم علاقة بالأرض وهو التوسع والتمدد الاستيطان أفرض الأمر الواقع هذه أيضا يشار إليها في أربعة لهم علاقة بالمحددات العسكرية والأمنية والسلاح النووي وفي اثنين لهم علاقة بالوضع الدولي بما فيه دعم دولة كبيرة مثل أمريكا وولاء اليهود وفترى أن مثلا اليهود يقل ولائهم للكيان الصهيوني أنهم بيضعفوا أكثر فأكثر هذه كلها أيضا من والأمرين الأخرين لهم علاقة بالوضع الإقليمي في المنطقة ودول المنطقة فلو لاحظنا الاثنى عشر محدد ستجد أن هناك إضعاف وتآكل منها ما هو بسبب التوفان الأخصى ومنها ما هو بسبب التغيرات عالمية وبالتالي حتى نحدد قضية التحريع أو قضية التفكيك أو قضية انتهاء هذا المشروع يجب أن نضع هذا المسائل في الكسبان ونحسبها بدقة ويكون هناك عمل حقيقي استراتيجي لإضعاف هذا الكان من خلال التعامل مع هذه المحددات نقطة الأخيرة وهي معلقة طبعا بالوضع الاستراتيجي لهذا يعني هذا مشروع ونحن تحدثنا بدأنا الكلام هذا أن هذا مشروع غربي وبالتالي المسألة لا تكتفي فقط بالنظر إليه بالنظر أيضا إلى علاقاته خصوصا مع الغرب وخصوصا مع الولايات المتحدة وبالتالي كل واحدة من هذه المحددات تحتاج إلى استراتيجيات تكتيكات عمليات سياسات مشاريع في مناطق غير المناطق يعني في دولة عربية كبرى في هذه المنطقة تحتاج إلى مشروع كامل وليس فقط إلى سياسات واستراتيجيات لأن التغير فيها سيعطيك تغير استراتيجي ويجب أن يكون عندك أيضا مشروع في أمريكا لأن الوجود الصهيوني هذا يقويها حتى لو كانت دولة إسرائيل ضعيفة أمريكا تقويها وتعطيها من أسباب القوة ما يستمر في هذا المشروع وبالتالي يجب أن يكون لك أنت هناك مشروع لإضعاف وإزالة والتعامل مع النفوذ الصهيوني في أمريكا وبالتالي سنعكس على وضعنا هنا بالنسبة لليهود في الخارج الآن في الشحصائيات طبعا لكن أعداد متزايدة من اليهود في الخارج بدأوا ينأون بأنفسهم عن المشروع الصهيوني صحيح أنا قبل أيام شك الخطر عليهم قبل أيام كنت في النمسا في ضيافة مجموعة يسمون حالهم نات إن أور نين هذول من زمان لكن هو مكانه قلة يزدادون عددا وخاصة في جيل الشباب يعني الطلبة الذين يتظاهرون اللي عاملين مخيمات في الجامعات عدد كبير منهم من اليهود أنا قبلتهم أيام جنين في 2002 كانوا موجودين في الجامعات وقتا كنت في أمريكا الحقيقة العديد من المعطاية تشتغل لغير صالح إسرائيل برؤية استراتيجية فيما يتعلق معناها بوضحة داخلية فيما يتعلق بالصراع على الأرض في الميدان لم تتمكن من حسم المعركة لمدة سنة ولم تدخل في مغامرة كبيرة في لبنان فيما يتعلق بالرأي العام فيما يتعلق بالمتغيرات التي تحدث في الوضع الدولي لكن أخطر شيء في الموضوع هو الضعف العربي وخاصة في الجوار العربي المباشر بلد مثل مصر يعني قبل أمس تقريب مسؤول المخابرات الإسرائيلي السابق يقول لن يستطيع الجيش المصري أن يتحرك بدون إذن من إسرائيل بس رفيق هل كلمة ضعف هي الكلمة المناسبة هنا أم كلمة ولا هم الحقيقة قضية مش قضية ضعف هم ارتبوا في أحضان المشروع الصهيوني هو الإشكال فينا دكتور عزام صارت السردية الإسرائيلية مهيمة عن نظام رسمي العربي تشوف أنت بعض الصحفيين والكتاب الخليجيين صارت متركزة عندهم نظرية أن إسرائيل لا تقهر وأنه ما فيش إمكانية إلا أنك تتعايش باسم الواقعية السياسية وباسم الحداثة هذا تبرير وفهم معناها المتغيرات الدولية وفهم العالم أن إسرائيل هذا معطر سخوة بالتالي بد أن تتعايش معه وتتعاون هذه القضية المشكلة الأساسية إجابة على ما يتفضل فيه دكتور سامي أنا أقول أعمدت بقاء وديمومة هذا الكيان بدأت تتفكك يعني الأمن على سبيل المثال أحد هذه الأعمدة الآن لم يصبح هذا الكيان ولا ما يسمى إسرائيل أنه هذا مكان آمن لليهود في العالم بل على العكس هناك هجرة عكسية وكل الإحصائيات التي تأتي من داخل الكيان أنه معظم الشباب والجيل كله يفكر بالهجرة الشيء الآخر كنتحدث فيه دكتور رفيق أيضا أنه المظاهرات والعزلة الدولية هذا الآن يمكن المسيري يعبر عليه بشيء واضح وقال يعني عاملان أساسيان لبقاء دولة إسرائيل أو الاحتلال قال الغياب العربي الغير محدود والدعم الغربي الغير محدود الآن أنا أعتقد أنه هذه المعادلة بدأت تتغير بمعنى أنه الغياب العربي ما تغير لا لا تغير تغير حتى لو جزئيا أنت لبنان أو جزء من لبنان جزء من العراق جزء من اليمن هذا شوية شوية بدأ يتغير وأنا أقول أنه إسرائيل ونتينياهو بالعنج هي تبعته سوف يدحرج المنطقة لا تعتقد حتى مصر يعني النظام غير مستقر الأردن غير مستقر خلينا من نظام العربي مع أنه زياد بالمحصلة المحصلة الوضع العربي أسوأ وليس أفضل بالرغم من وجود بالرغم من وجود محور مقاومة ومحور المقاومة هذا له عدة جبهات لأنه في سقوط أنظمة كاملة خلينا من أنظمة خلينا من أنظمة لكن اللي بسير على مستوى حتى الشعوب لا تعتقد أن الشعوب العربية التي ترى المجازر والمدابح يوميا وما يحصل في شحن في داخلها وتشعر بالعجز ستصل إلى الحقيقة لحظة الحقيقة ويكون فجار أنا أتحدث عن العامل الثاني العامل الثاني يتغير الدعم الغربي الغير محدود لا الآن ليس كما في السابق ليس كما في السابق يعني على المستوى الشعبي أنا أقول أن إسرائيل خسرت كل المجتمع الدولي وحتى لو نتنياهو الآن بيقول هو لا يأبها أوكي لا يأبها لكن كدولة خسرت ولن تعيد صورة إسرائيل ولا اليهود أنه كان ضحية وهولوكوس السردية هذه اختلفت والآن في أمريكا جامعات ومثقفين وإلى آخر إذن حتى المنظومة الدولية الآن تخلخلت وفي تراجع ولكن ما زال هناك دعما كبيرا وهم يعتمدون عليه ورأينا أنه كان لا يمكن لهم أن يحققوا الإنجازات العسكرية والتكتكية والاستخباراتية بغير الدعم وهو غير محدود حقيقة سواء من أمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا وحتى بعض المرات أنا فوجئت بأن ألمانيا هي الأكثر من كل الدول الأوروبية نعم هناك عقدة هناك عقدة في هذه المسألة وهم يتحررون هو أنا لا أعتقد فالس فقط فالس اللي رئيس الوزراء أو الوزير الأول الفرنسي الأسبق قال إذا سقطت إسرائيل سنسقط معها مش تعرف كيف تفكر الطرق السياسية الغربي هو لا أعتقد أن الدعم الغربي غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي ناتج عن عقدة الذنب أو عن التعاطي ألمانيا بالذات لا ألمانيا بس الدول الأخرى هو مشروحهم نعم بالنسبة للبريطانيين بالنسبة للبريطانيين والأمريكان مشروحهم مشروع الصهيوني هو مشروعهم نعم لكن هو ربما هو آخر معقل إمبريالي في العالم الآخر أنا أنا متوقع أو أنا أعتقد أنه المشروع الصهيوني هي فكرة غربية بطأكيد وتم استغلال اليهود فيها وتم تطويحهم وتوظيفهم في هذا المشروع وتم يعني إدخالهم من أجل الخدمة العامة في ذلك ولهذا هم لما يقاتلوا ولما يساندهم يقاتلوا عن أنفسهم وبساندوا أنفسهم قبل أن يساندوا الاحتلال الإسرائيلي بل بالعكس يعني جزء من اليهود ضحايا هذا المشروع الذي ضر حقيقة يعني أضر بهم وبمستقبلهم وضحهم على المحاكم يوم تفضل تفضل عن الهدف الرئيسي لأن نجمد كل الأمور كقوة شعبية وحركات وطيارات ولا يكون أمامنا إلا هدف واحد فقط هو عدم تحقيق العدو الصهيوني والغرب لأهدافه هذا له علاقة في مستقبل المنطقة ليس فقط مستقبل المقاومة حتى أولئك الذين لا يرون هذا كل المنطقة هذا يمكن تكون تحت الهيمنة والتحكم الإسرائيلي والغربي إذا حقق هذا العدو هدفه وبالتالي كل الأمور الأخرى التي يمكن أن تفرق الناس يجمدها تماما أنا رأيت بعض الناس يتحدثون كلام الحقيقة يعني لا يمكن أن يوصف إلا بالجهل التام أو بالعمل التام وبالتالي لابد للنخب العربية ولابد للحركات والطيارات والأحزاب كل الأمور أخرى التي يمكن أن تضعف هذه الجبهة أنها تحيى تماما ونركز هذا يمكن موضوع آخر أردوغان الأخير في إشارة على أن تركيا تشعر بأنها مهددة أكيد هناك أكثر من حديث في الداخل التركي لكن أنا أريد أن أرجع للموضوع لأن هذا موضوع آخر ممكن نقش ونركز عليه وهو الموضوع الداخل الإسرائيلي أنا باعتقاد أن الاحتلال الإسرائيلي الآن أقوى نقطة ضعف لديها وأكثر نقطة ضعف لديها هي هذه الحكومة المتطرفة وهذا التوسع في التطرف داخل الاحتلال الإسرائيلي الذي غير إسرائيل الحقيقية لهذا اليوم المسؤولين عن المشروع الذي أسس المشروع لديهم خوف وقلق من السياسات التي تتخذها هذه الحكومة والتي تعرض المشروع كله للخطر لأنه لا يقوم فيه في غزة لا يقوم فيه في لبنان لا يفكر به في إيران أنا أعتقد أن هذا يكشف الاحتلال الإسرائيلي وهذا يشكل عليه خطر بشكل كبير ولا أستبعد أنه هذه الحرب المستمرة واللي لم أحد قادر يوقفها بسبب التركيب الإسرائيلية الداخلية يعني حتى الولايات المتحدة صحيح أنها تتبنى وتراعي وتحتضن المشروع الصهيوني لكن كان لديها وإن كان لديها يعني رغبة في تسوية الأمور وفي الذهاب إلى صفقات تهدئ من هذه الحرب لكن أنا أشك في ذلك أنت تصور لو أمريكا أرادت أن توقف الحرب هل كان بإمكانيها أن توقفها يعني السلاح لو هددوا بوقف السلاح فقط تتوقف الحرب لا ولن يفعلوا ذلك لأن القرار الأمريكي صار مرتهن في قضايا مثل الموضوع غزة موضوع ربما في ملافات استراتيجية أخرى ربما يستطيعوا يتدخل الأمريكان لا يأبهون بما يجري أهل غزة لا يأبهون هو ما بدهم هو ما بدهم عشان أهل غزة لأنه في خطورة على المشروع الصهيوني هذه الحرب الطويلة الأمد لا تعرف ما هي تداعياتها حتى الأسلحة التي أعطوها لنتنياهو كبيل اغتيال نصر الله يستخدم مطلقته يعني الأمريكان ليسوا عاجزين عن أن يفعلوا لو أرادوا هي قدرة وإرادة القدرة عندهم والإرادة غير متوفرة الأمريكان متورطين مباشرة ليسوا مجرد يعني داعم بالسلاح أو بالماد الآن الطائرات الأمريكية والبريطانية يعني طاعة الإحداثيات والمعلومات التجسسية وتشارك يعني البريطانيون من قبرص في قاعدة في قبرص الطيران البريطاني يوميا قبل أيام قليلة ظهر العديد من الساسر من الحزبين قولوا هذه إسرائيل تايني كانتري يعني تايني كانتري يعني بلد صغير عليش والذي يمنع أن تتوسع شوفوا الخارطة على العالم العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا